موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما كثير منكم صعد في الطائرة وشاهد هذه الغيوم ولكن الحقيقة العلماء درسوا هذه الغيوم ووجدوا شيئا عجيبا أن الغيوم التي ينزل منها ما يسمى بالبرد ظاهرة البرد هذه وحبات البرد التي تشبه الثلج الصلب جدا تتشكل فقط في الغيوم المرتفعة جدا ذات القمم العالية التي تمتد لعدة آلاف من الأمتار طبعا هنا نشاهد جبلا من الغيوم مثل هذا الجبل يمتد لعدة آلاف من الأمتار تتشكل في داخله حبات البرد سبحان الله وتتشكل في داخله أيضا ومضات البرق يقول الباحثون إن هذا النوع من الغيوم يسمى بالغيوم الركامية وهذه الغيوم تتراكم حتى تصل إلى ارتفاعات عالية جدا يعني من قاعدة الغيمة إلى قمة رأسها يمكن أن تبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف متر فهي بالفعل تشبه الجبال من حيث الحجم والارتفاع والحقيقة إذا أردنا أن نصف هذه الغيوم فإن أفضل وصف لها أن نقول إنها غيوم كالجبال طبعا هذا وصف علمي دقيق جدا يقره العلم حاليا لأن شكل الغيوم الركامية دائما يكون تكون القاعدة عريضة والقمة ضيقة وتشبه الجبل هل تتخيلون معي أن القرآن العظيم وصف لنا هذه الغيوم قبل أربعة عشر قرنا بصورة عجيبة جدا بل وربطها بظاهرة البرد والبرق الله تبارك وتعالى ماذا يقول وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني تأملوا هذا التعبير الدقيق جدا لم يقل من غيوم بل قال من جبال لأن أشكال الغيوم تشبه الجبال بالفعل من حيث شكلها ومن حيث ارتفاعاتها ومن حيث تصميمها وتراكمها قال تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني مادة البرد تتشكل في هذه الغيوم التي تشبه الجبال ذات الارتفاعات العالية لأن تشكل البرد يحتاج إلى دوران وصعود آلاف الأمتار وهبوط حتى تتشكل حبة برد واحدة سبحان الله لذلك عز وجل وصف بدقة مذهلة هذه الظاهرة قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه انظروا إشارة إلى ظاهرة البرق التي أيضا لا تتشكل إلا في مثل هذه الغيوم يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليلة والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الآن أيها الأحبة دعونا نتساءل كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود جبال من الغيوم في السماء حيث لا يمكن أن يرى مثل هذه الغيوم أي إنسان إلا إذا صعد إلى الأعلى وأجرى قياسات ودراسات إن هذه الآية تشهد على صدق هذا النبي الكريم وصدق رسالة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة